أهل الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والطأب بحسنان والنجم والشجو يسددان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تقرر في الميزان وأقيم الوزن بالغسط ولا تخسر الميزان والأولى وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحكد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجام من مائت من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغلبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البفعين يلتقيان بينهما فرسق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يصري منهما اللغل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوائل المرشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سأفرغ لكم أيها السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان يا نعشى الجن والإرسيل استقعتم أن تأخذوا من أقطار السماوات والأرض فانخلوا لا تنخلون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت رعدة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن عذن به إنسوا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يفرق بها المجرمون يطورون بينها وبين حنيب آل فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما لهم كل فاكنة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فيهما عينا إلى الطاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيركم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورهم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهم إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان واتكئين على رفع في الخضر وعبقئين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان